زي ما واضح دلوقتي قدام حضراتكم والكلام ده صحيح 100% القنوات المتوقفة سوف تعود مرة اخرى على النيلسات وتم اضافة 7 قنوات جديدة على احدى ترددات النيلسات ليصبح 45 قناة اقوى تردد واكبر تردد على مر النيلسات على مر السنين التردد اللي معانا في حلقتنا النهاردة اللي فيه 45 قناة وتم اضافة 7 قنوات دول علشان ما فيش مكان فاضي داخل النيلسات للقنوات الجديدة او الاستقبال القنوات الجديدة ومزيد من القنوات فتم اضافة 7 قنوات جديدة هيكونوا من اقوى قنوات النيلسات علشان ما اطولش على حضراتكم اهلا بكم في قناتكم قناة ابو الصحاب سات وبعد الصلاة والسلام على رسول الله صلو عليه وسلم وتسليم هعرفك دلوقتي ايه هو التردد وهعرفك ايه الفايدة من وجود السبع قنوات الجداد اللي معانا في حلقتنا النهاردة بس عايزك في البداية ما تنساش تنور التعليقات بذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله التردد اللي معانا في حلقتنا النهاردة واهم حاجة جماعة اللايك والتفاعل على الفيديو ده اللايك والتفاعل على الفيديو ده علشان خاطر الفيديو ده مهم جدا جدا وكل القنوات المتوقفة سوف تعود على هذا التردد اللي للأسف الشديد هيكون تردد حزمة شرقية فقط وزي ما وعدت حضراتكم بقدوم القنوات اللي تم وقفها النهاردة بوفي بعض ما حضراتكم التردد ده هيكون حداشر ستمية تسعة وسبعين او حداشر ستمية وتمانين على معدل ترميز سبعة وعشرين الف وخمسمية واستقطاب هيكون حرف الفي او كلمة اسمها عمودي او كلمة اسمها رأسي بص حضراتك عايز تحزف التردد ده احزفه وترجع تضيفه تاني من جديد عايز تعمل الحركة ده اعملها مش عايز تعملها انت حر تمام بعد البحث على التردد ده هتلاقي موجود عليه خمسة واربعين قناة ركز هنا بقى هذا التردد اصبح من اقوى الترددات واكبر الترددات على مدار النيسات خلال السنوات الماضية يعني مفيش تردد كان فيه خمسة واربعين قناة انا ملقيتش تردد موجود فيه خمسة واربعين قناة الا هذا التردد تم ظهور سبع قنوات جديدة على التردد ده واسموهم هيكون واضح دلوقتي هنا قدام حضرتكم ليه تم ظهور السبع قنوات دول بقى خد بقى من الفايدة والخلاصة تم ظهور السبع قنوات دول علشان القنوات اللي تم وقفها قبل كده هترجع مرة تانية بالكامل قنواتكم المحبوبة قنواتكم اللي انتم سألتون عليها قبل كده هترجع مرة تانية على هذه القنوات عشان ما فيش مكان فاضي وطبعا فيه قنوات كتير عايز انها تظهر لكن مش لقيا مكان فاضي فشركة البس فتحت لينا سبع قنوات جديدة ومن الاخر قريبا سوف يتم ظهور القنوات الجديدة داخل السبع قنوات دول خدهم عندك حاليا حطهم في قائمة الترتيب الاول كده او كده انت هتلاقيهم موجودين عندك تحت الواحد مفاجئتنا النهاردة مش مفاجأة عادية ان شاء الله تعالى هنفيدكم بكل جديد على قناة ابو الصحابسات انزل تحت الاول تعليق مثبت هتلاقي فيه فيديو مهم جدا جدا كنا نزلنا على قناة مستر ميمه للمعلومات انتظروني في كل ما هو جديد وفي الختام لك مني احلى سلام